أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة وبحث سموه ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيقة بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء وشدد سموه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعاية دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان ترجمة نانسي قنقر